بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بعض الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية الزواج وربما نجد أن بعض الشباب ليس لديهم قدرة الزواج وإمكانية أن يتزوج لقلة ماله أو أنه ليس لديه عمل، ليس لديه وظيفة فماذا يفعل؟ وإذا كانت لديه إمكانية ولديه القدرة المالية للزواج فهو يتمنى بأن يحصل على زوجة صالحة هو يخشى من المستقبل ربما هذه الفتاة تظهر له الأخلاق والإيمان والطاعة وإلى غير ذلك وبعد الزواج تتغير تماما وتتحول حياة هذا الشاب من السعادة إلى التعاسى ويلعن اليوم الذي تزوج منها كيف يوقعه الله سبحانه وتعالى كيف يوفقه الله سبحانه وتعالى للزواج الصالح من زوجة صالحة مؤمنة صاحبة أخلاق أو إنه أراد أن يتزوج ممن أحب هذا الشاب يتزوج ممن أحبه فلان في باله وقع قلبه في حبها وهو يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبلغه إياها ويتزوج منها هو يتصور بأنه إذا ما تزوج منها يعيش حياته سعيدا وهذا الأمر يعني موجود عند أهل البيت عليه السلام هذا من حقوق الشباب ومن حق الشاب أن يتزوج ممن أحبه فكما جاء الشاب إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من فلان وأنا أحب فلان من أهلي من أقاربي فقال له الإمام الصادق عليه السلام تزوج ممن أحببت فإنه أدوم للمودة تعرفون جيدا الشاب إذا أحب فتاة بعد الزواج يقوم بماذا؟ يقوم بإذا ما أخطأت غفر لها إذا لم تصب في عملها في رأيها غفر لها تجاوز عن أخطائها صبر عليها ولكن إذا كان يعني غير محب لها غير محب لها ولا يحبها على أقل شيء ولو كان بسيطا جدا جدا يفتعل المشكلة وتقع المشكلات الكثيرة حتى يصل الأمر إلى الطلاق وليس هذا فقط حتى في الأحكام الشرعية نجد بأن من حق الشاب أن ينظر إلى الزوجة التي يريد أن تزوج منها إلى غير ذلك الإمام الصادق عليه السلام جاء إليه شاب وقال له لقد خطبت إمرأي ابن رسول الله فقال له الإمام الصادق عليه السلام هل نظرت إليها؟ فقال له لا فقال اذهب وانظر إليها فإنه أدوم للمودة لذلك على الشاب أن ينظر إلى الفتاة التي سوف تكون يعني هي شريكته في حياته المستقبلية وفي مسألة بأنه يراها جميلة أو غير جميلة إلى غير ذلك فرجاء رجاء يعني على الشاب أن يختار من هي جميلة في عينه جميلة في عينه ليس جميلة بعين أمه ليست هي جميلة بعين أخته بعين إحدى قريباته لا 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 جميلة بعينه لذلك لو تركنا الحرية للشباب بأن يختاروا يعني من يتصوروا من يتصوروا بأنهن جميلات لما بقيت اليوم فتاة في بيتها لماذا؟ لأن الجمال بالنسبة للشباب يختلف من شاب لآخر هناك من يرى الجمال في المرأة الطويلة وهناك من يراها الجمال في المرأة القصيرة وهناك من يرى الجمال في السمراء وهناك من يرى الجمال في البيضاء وهناك من يرى الجمال في كذا وكذا يعني من شعرها من عيونها وذاك يرى الجمال في مثلا وجنتيها وجبهتها إلى غير ذلك فالجمال لا يقف هنا عند حد معين لا نحجم الجمال إلا بشكل معين الجمال لكل شخص نظرة في مسألة جمال المرأة فلو تركن الشاب يختار المرأة التي في رأيه بهذه المواصفات تكون جميلة لما بقيت هناك فتاة ولكن المشكلة أن تقع الأم وتقع الأخت باختيار واحد إلا أن تكون الفتاة بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذا كذا وكذا ولدرجة أن أصبحنا الفتيات تقريبا يتشابهن إلى حد كبير ليس من وراء الشباب وإنما من وراء الأمهات والأخوات وإلى غير ذلك وتريدها بنفس المواصفات بنفس هذا القالب ولو ترك الأمر للشاب لا أصبح الشاب لكل له رأيه في مسألة الجمال فلا توجد هناك فتاة غير جميلة أبدا كل فتاة توجد جميلة في نظر أحد الشباب هي طويلة هناك من يحب الفتاة الطويلة هي قصيرة هناك من يحب الفتاة القصيرة هي سمينة هي ضعيفة هي شقراء هي سمراء إلى غير ذلك هناك من يحب هذه الصفات فكل فتاة جميلة أكيدا في عين أحد الشباب لو تركناه لحال إيه يختار على كل الأحوال فرجاء نستمع رجاء نستمعي إذا لم تكن لديك إمكانية الزواج ولم يتحقق عندك المال وتريد أن تتزوج أو لديك إمكانية ولكن لا يعني تخشى الزواج خشية أن تقع يعني بإمرأة غير صالحة أو إنك تريد أن تتزوج ممن أحببت فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للزواج منها ماذا تفعل؟ رجاء نستمع رجاء نستمعي والضامن هو الإمام علي عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال من أراد منكم التزويج فليصلي ركعتين ثم يعني في نهاية هذه الصلاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو الضامن يقول من فعل ذلك من صل هذه الصلاة ودعى بهذا الدعاء أعطاه الله ما سأل الضامن هو الإمام علي عليه السلام أعطاه الله ماذا ما سأل يعني من امرأة صالحة ربما هو يحب فتاة معينة يتصور بأن حياته تكون معه أو معها سعيدة أو إنه لا يملك قدر مالية الله سبحانه وتعالى يكون له القدر المالية فرجاء استمع فالإمام علي عليه السلام يقول من أراد منكم التزويج فليصلي ركعتين وليقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورة ياسين فالركعة الأولى فاتحة الكتاب وكذلك سورة ياسين فالركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة ياسين ثم بعد ذلك ماذا فإذا سلمت فرغت من الصلاة فليحمد الله تعالى وليثني عليه فعليك بالتوجه للصحيفة السجادية وتقرأ مناجهة الشكر لله سبحانه وتعالى ومناجهة الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى بعد ذلك ماذا تفعل تقول عفوا دائما وأبدا نحن نقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد ثم تقول اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا منوعا أو عفوا قنوعا غيورا لأقرأ لكم الدعاء مرة أخرى اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا إن أحسنت شكرت وإن أسأت غفرت وإن ذكرت الله تعالى أعانت وإن نسيت ذكرت وإن خرجت من عندها حفظت وإن دخلت عليها سرتني وإن أمرتها أطاعتني وإن أقسمت عليها أبرت قسمي وإن غضبت عليها أرضتني يا ذا الجلال والإكرام هب لي ذلك فإنما أسألك ولا أجد إلا ما مننت وعطيت فإنما أنا أسألك ولا أجد إلا ما مننت وعطيت فقال الإمام علي عليه السلام بعد ذلك من فعل ذلك أعطاه الله ما أسأل أنا لا أريد أن أكمل تذكرت يعني هناك طرق أخرى مجربة إن شاء الله في مقاطع فيديو أخرى نتكلم عن زواج البنت وكيف تتزوج من رجل صالح مؤمن وكيف يعجل لها الزواج إن شاء الله بضمانات أهل البيت عليهم السلام كذلك هناك لابة سنذكر هذه الصلاة الإمام الباقر عليه السلام يقول إذا هم أحدكم بالتزويج فليصلي ركعتين وليحمد الله عز وجل وليقول اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فقدر لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن عفوا فرجا وأحفظهن لي في نفسها كذلك وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي وهذه من المجربات عند الإمام الباقر عليه السلام في مسألة الإمكانية للزواج وإيجاد المرأة الصالحة والحياة السعيدة رجاء نجرب ولا تشك برنامج صباحات ولا إياه همين محمد